لازم تكتفي من ظهورك الأعلاني سبتني لو تتمه لأكلك عن بشيك أم سوزان تفقد عصابها أمام الجمهور الأخير لا بتحسي ترأسي تدكي مو إيتي بالعربي موجود بأول عرض كوميدي لعمر مسكون أنا أجيد حقا بساعة تقريبا لحتى أشوف كيف تحضيراته وكيف معنوياته يلا تعالوا إيتي بالعربي موجود هون وهون عمره تفاجأ فينا أول عرض مسرح لإلك كيف المعنويات معنوياتك عالية كتير لحتى يطلع عرض بيجنب العرض تأخر نص ساعة بسبب زحمة الناس لتدخل على القاعة فالتذاكر كانت سولدات قبل خمس أيام الحديث هلأ في عنا وعبدالله بليز باونا تكت بس أكشلي لأنه ما بلاحق عنده كتير شوز بعد يصوره برا فإن شاء الله قريبة منجع نعور شو تاني لقاله والعرض كان من المفترض يكون ساعة ونص لكن تفاعل الناس مع عمره خلا يمتد لحوالي ساعتين وخلال اللقاء معنا قاطعتنا مديرة الإيفنت اللي كانت متوترة بسبب وصول الجمهور سلين أنا وإي تي وشي خمس مليون بني آدم عم نسمعيك لو صبحتوا بدون مقاطعة المراضة وتفوتوا على الكولينغ شو دخل البقاتي عم نقلك نحنا بمقابل مع إي تي عم نقلك نحنا بمقابل مع إي تي وخمس مليون بني آدم عم بيسمعيك والتوتر قبل العرض كان مسيطر على ديمة موسى لي اللي هالعرض كان الأول إلها اليوم أنت طلع وانت حامل وفي بيبي ببطنك وعفوية ديمة خلتها تعترف أمام الجمهور إنها نسيت فقرتها لكن أم سوزان اتصرفت على الفور ومواضيع كتير اتطرق لها عمرو بيعرضه في دبي ومنها عن كبر مساحة دبي مول ومعروف على أم سوزان إنها ما بتحب لدلع فهيك كانت ردة فعلها لما سمعت بنت من الجمهور كانت عم تاكل علكة وطلع صوت وزاد غضبها لما عرفت إن واحدة من الجمهور جايب أبنها اللي كان عم يبكي بالعرض لازم تكثف من جمهورك الأعلاني ساكني لو تتموا لأكليك عبر الشيط ببروني جيبونا ببروني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة